قضية الصفقة الآن هي الشغل الشاغل للداخل الإسرائيلي يوم أمس خرجت مظاهرة أيضا لعوال الأسرة والأمهات الأسرة قطعوا إحدى الطرق الرئيسية في تل أبيب للمطالبة بالدخول في صفقة شاملة مع حركة حماس واتهامات لنتنياهو بأنه لا يستجيب لمطالبهم ويريد المضي قدمة في هذا العدوان ولا يأخذ قضية الأسرة على محمل الجد بحسب ما قال مسؤول أيضا إسرائيلي بأن نتنياهو لا يأخذ قضية الأسرة على محمل الجد ولا يناقش هذه القضية بشكل كبير في داخل اجتماعات الكابينة الأمن والسياسي وأيضا داخل اجتماعات كابينة الحرب ربما التصريح اللافت يوم أمس والهام جدا هو ما نقلته القناة الثانية عشر عن عضو كابينة الحرب الذي قال بأن الطريقة الوحيدة لاسترجاع الأسرة الإسرائيلي من داخل قطاع غزة هو الدخول في صفقة مع حركة حماس وعد ذلك هو مجرد كذب ولا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستعيد الأسرة عن طريق العمليات العسكرية لأن الأسرة متواجدين في أنفاق متفرقة ويصعب استرجاعهم أحياء إذا حاول الجيش الإسرائيلي أن يقوم بعمليات خاصة ويحاول إطلاق صراحهم كما حدث في إحدى المرات حين فشلت إحدى العمليات العسكرية الإسرائيلية الخاصة في استرجاع ثلاثة أسرة وأدت تلك العملية إلى مقتلهم جميعا وبالتالي الآن السجال الحاد في إسرائيل هو الأولوية خلال المرحلة المقبلة أعضاء في كبيرة الحرب وعلى رأسهم بني جانز الذي شارك في إحدى التظاهرات متضامنا مع أوال الأسرة وكذلك يطالبان الدخول في صفقة شاملة مع حركة حماس لإطلاق صراح الأسرة وأن تكون هذه القضية هي الأولوية بينما يصر بن يمينة تنياهو ووزير أمنه يؤاف غالان على المضي بالعمليات العسكرية وبحسب رأيهما بأن هذه العمليات هي التي سوف تجبر حركة حماس على إطلاق صراح الأسرة المحتجزين في داخل قطاع غزة من خلال الضغط العسكري لكن لم يعد هناك ثقة لدى الشارع الإسرائيلي وبالتحديد لدى عوال الأسرة بالطروحات والوعود التي يقدمها بن يمينة تنياهو وبالتالي يوم أمس نقلت القناة الثانية عشر عن عوال الأسرة قولهم بأن أيام التسامح مع الحكومة انتهت وأن أي يوم تأخير في الدخول في صفقة مع حركة حماس يعرض حياة الأسرة للخطر في داخل القطاع لا سيما بعد أن أعلنت كتاب القسام قبل أيام عن مقتل أسيرين إضافيين في القصف الإسرائيلي الذي يطاول قطاع غزة وبالتالي هناك تهديدات بالتصعيد بشكل أكبر من عوال هؤلاء الأسرة وبدأوا بقطع الطرقات والاعتصامات والتظاهرات التي قد تتصاعد حدتها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر